اشتركوا في القناة والمفيدة وهتساعدك كتير في التعامل مع المصفوفات أو الارay خاصة بالPHP يعني هي عبارة عن دوال موجودة built-in في الPHP قبل أي حاجة أنا عايز أقول لكم أن أفضل مصدر للدوال دي طبعا أنا مش أقدر أن أشرح لكم كل الدوال لإني في دوال كتيرة جدا ولكن أنا جمعت الأهم فلو في حالة أنتم حاسين أنتم عايزين تشوفوا دوال أكتر كل بساطة تخشوا على php.net ده الموقع الرسمي للغة الPHP ومن خلال مثلا سيرش هتكتبوا بس array فبالتالي هتلاقوا فيه لستة طويلة عريضة قدامكم تقدروا أن أنتم تستكشفوا كده كل مصفوفة بتعمل إيه وكل مصفوفة لو جيتوا دخلتوا عليها هتلاقوا مثلا كتب لك الـ description بتاعها بتعمل إيه البرامترات بتاعتها وهتلاقوا كمان تحت كده فيه أمثلة بعض الأمثلة فالموضوع ربما يكون سهل جدا ده المصدر الأفضل لكم يعني وفي الليستة دي كمان مجموعة من الـ array كتيرة جدا بيقترحوها عليكم أو functions خاصة بالـ array لكن أنا النهاردة هشرح لكم بعض الحاجات الأساسية ولو أنتم احتاجتوا حاجة أخرى تقدروا أنتم تدخلوا على المصدر ده طيب هتطبق النهاردة التجارب بتاعتنا من الدوال اللي هي built-in الموجودة في الـ php على الـ array باسم friends فيها عبارة عن حوالي أربع أرقام وطبعا أنا جمعت قطاع كل ده هنتكلم فيه سريعا بس أنا هاخد دلة دلة كده وهنعد وهعد أوريكم هي بتعمل إيه وكلها حاجات أبسط من البساطة بس أولا أنا عايز أقول لكم على دلة جميلة جدا وهي خاصة بتباعة محتوى المصفوفة اللي هنشوف بها النتائج وهي اسمها print underscore underscore R print underscore R وبنكتب فيها اسم الدلة يعني هنكتب كل بساطة اسم الدلة كده من غير إيه ومن غير أي حاجة وتعالوا نشوف النتيجة هتكون عبارة عن إيه بكل بساطة هنلاقي أن هي رصت لنا المحتوى فعلا بتاع الدلة أهو الرأي مس الرأي زيرو العنصر اللي هو الأول أو الرقم وإيدي بتاع زيرو رامي فعلا أحمد 2 محمد أو آسف زيرو رامي واحد أحمد اثنين محمد ثلاثة علي فعلا زي ما الترتيب بالإيديهات فعلا جميل جدا فدي لو أنت عايز تشوف محتوى المصفوفة حتى وإن كانت بمفاتيح أو ثلاثية أو ثلاثية أو ربعية أو أي أن كان بكل بساطة بتستخدم الدلة بتاعت print R أو underscore R وتحط اسم المصفوفة فيها برضو هنتعرف على حاجة النهاردة وهي حزف حزف آيتم معين من المصفوفة الحقيقة إن الدلة اللي عرض عليكو دي حاليا هي بس مش متخصصة في حزف عنصر من عناصر المصفوفة ولكن هي متخصصة في حزف أي متغير بمعنى unset دي مش بس مقتصر على المصفوفات لو أنا قلت unset وfriends دلوقتي النتيجة إن هي هتقوم بمسح المتغير ده هتعمله زي حزف من الزاكرة ومش هيكون له أي وجود فهي بتقوم بتدمير أو بقتل المتغيرات أو بتحزفها خالص وبالتالي بتفضي مساحة من على الزاكرة فهي حلوة في كده إن انت عايز دايما الزاكرة ما تكونش عامل ضغط على اللودين بتاع الزاكرة فمثلا السيشن حتى السيشن كمان اللي هناخدها للجلسات أو المتغيرات اللي هي ملهاش لازمة بتحطها بس في unset تمام؟ تمام جدا فبكل بساطة برضو نقدر إن إحنا نحذف ولو رقم أو عنصر من المصفوفة بإن إحنا من حادث بس طبعا إحنا عايزين نحذف إيه؟ فمثلا لو عايزين نحذف خلينا نحذف مثلا رامي اللي هو الصفر وتعالوا نشوف هنعمل print R تاني آه بصوا ما بقاش فيه ID رقم صفر اختفى أصبح بس في واحد واثنين وثلاثة طب تعالوا نحذف مثلا أحمد اللي هو رقم واحد أو صفر ورامي أصبح صفر رامي اتنين محمد ثلاثة عالي ورقم واحد أصبح مش موجود اللي هو أحمد طيب لو إحنا بعد الحسفة عايزين نعمل عملية إعادة ضبط يعني إعادة ضبط يعني مثلا إن ال ID صفر يبقى رامي وواحد يبقى محمد واثنين يبقى عالي ميبقاش كده فيه رقم مفقود دي تكون إزاي؟ بكل بساطة هنستخدم دلة اسمها R-A أغلبية الدولة على فكرة الخاصة بالR-A بدايتها R-A ففيه دل عندنا اسمها R-A-Values بنحط فيها اسم ال R-A خلي بالك العملات دي بنعملها إمتى؟ بعد ما بنعمل UNSET أو بعد ما بنحزف العنصر بنعرضها إزاي هل بنعرض مثلا ال BRINT R هقولك الصراحة لأ هي في الوقت ده أنت محتاج إنك تحطها في متغير آخر زي مثلا ال RESULT بساوي كده وكده إحنا أنا أنشأت متغير آخر باسم RESULT وحطيت فيه المصفوف ومرة تانية ولكن بعد إعادة الزبط فانت دلوقتي لو عايز تطبع تطبع إيه؟ RESULT أعمل REFERISH هتلاقي فعلا صفر رامي واحد محمد اثنين علي تمام؟ يعني دي الفرنس دي الأصلية والريزولت دي هي هي نفس الفرنس ولكن بعد الزبط نخش على مثلا ال REVERSE طبعا أنا هحزف بقى خلاص أنتوا كده فهمتوا دي نرجع تاني للمثال بتاع الفرنس هنخش على ال REVERSE طبعا من الاسم كده العملية بينها هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل بس عملية تبديل للترتيب أنا طبعا هخلي المتغير بتاع RESULT يحتوي على على مثلا ما ينتج من الدلة دي فالفرنس هتخش هنا وهيتعمل لها إعادة ترتيب بس بطريقة عكسية وبعد كده بترجع في RESULT فالريزولت دي بتصبح عبارة عن مصفوفة تمام؟ بس بعد التعديل على FRIENDS عشان كده لو عملت لها PR هتطبع لك كمصفوفة عادي خالص تعال نعمل REFERISH خلي بالكو لو أنا جيت طبعة FRIENDS هتلاقوا الترتيب بتاعها اهو طبيعي جدا روامي الأول وبعد كده أحمد ومحمد وعلي ولكن إذا طبع RESULT بعد عملية REVERSE أو بعد عملية التبديل العكسي أو الترتيب العكسي هنلاقي علي ومحمد وإحمد وروامي يعني كأنه جاب اللي تحت فوق واللي فوق تحت وجابها لك كده ايه من تحت الفوق ولكن باختلاف الأديهات اهو صفر علي واحد محمد نين أحمد وأخيرا ثلاثة اللي هو رامي طيب حلو جدا في عندنا دلة بتاعة array splice دي الأفضل إن أنا أعرضها لكم الأول عشان تقدروا تشوفوا النتيجة بتاعتها هي بتحتوي على تلات عوامل بتاخد تلات عوامل الأول طبعا اسم المصفوفة وبتاخد عاملين تانيين رقمين تعالوا بس نعمل الأول اللي أوريكم النتيجة وبعد كده هقول لكم هي عملت إيه خلي بالكو اللي ظهر قدامنا ده هو نتيجة إيه نتيجة الريزولت تمام يعني نتيجة اللي بتاعة array splice دي تعالوا نبص على العناصر صفر رامي تمام أحمد تمام محمد آه وما الفين علي علي مش موجود ليه لأن هنا أنا بقوله كأني بقوله أعرض لي بدءا من الصفر ثلاث عناصر يبقى العامل الأول ده أنت هتبتدي من أنه ID وهنا أنت بتحدد له المكسيمم أنت هتعرض لي كام عنصر فلو أنا مثلا قلت له أنت هتعرض لي من أول واحد وهتعرض لي عنصرين فقط بدءا من واحد فالنتيجة إيه إنه هتعرض لك أحمد لأنه ده فعلا الـ ID بتاعه واحد ومحمد هو عنصرين فقط طب قلت له أعرض لي ثلاث عناصر بدءا من واحد ريفرش هتلاقي فعلا جاب لك أحمد ومحمد وعلي تمام طبعا لو أنتوا عايزين تتعرفوا أكتر على العوامل أو بدقة أشد أو كلام ده بكل بساطة هقول لك لو أنت جيت على بعد اسم الدلة وعملت كنترول ومصطرة وجبت الماوس عليها كده هتلاقي أن ظهر لك شرح لها مفصل هي بتعمل إيه والأمثلة كمان وهو ده اللي ممكن تلاقيه على php.net هتلاقي تقريبا نفس الكلام ده وربما يكون فيه بعض التحديثات فليك الاختيار زي ما أنت عايز بس ده عنصر مساعد أسرع يعني بيوفره لك طبعا الدريم ويفر طيب نخش على دلة تانية وهي array chunk إيه array chunk دي بقى بتعمل إيه ولا بتسوي إيه تعالوا نشوف تاخد العامل الأول طبعا array والعامل التاني هو رقم اثنين لو عملنا refresh هنلاقي إيه اللي حصل قسمت array بتاعة friends دي يعني friends دي قسمتها لي إلى كمصفوفة سنقية الأبعاد يعني result دي دلوقتي أصبحت سنقية الأبعاد العنصر الأول اللي هو رقم صفر بيحتوي على إيه بيحتوي على مصفوفة أخرى بتحتوي على العنصرين العنصرين الأولين في المصفوفة الأساسية يعني صفر دلوقتي أصبح يحتوي على رامي وأحمد تمام ورقم واحد طبعا بالنسبة للresult أصبح يحتوي على إيه على محمد وعلى علي وكأن السمت السمت المصفوفة بتاعت فرينس دي إلى مصفوفتين كل مصفوفة بتحتوي على عنصرين ونلاحظ أن هنا ركزوا معايا الصفر بيحتوي على هي على فيها عنصر الأول رامي بال ID صفر والعنصر الثاني أحمد بال ID واحد وبالنسبة لل ID واحد بيحتوي على الر أو العنصر التاني في المصفوفة بتاعت result بيحتوي على الر تانية فيها ID صفر اللي بيحتوي على اسمه محمد وال ID واحد اللي هو بيحتوي على علي طيب فيه كمان عامل لها عبر عن قيمة بنونية يا true يا false لو أنت عملتها true بصوا أصر دا وناتكتو إيه refresh نفس التأسيمة سنقية الأبعاد فيها الصفر بتحتوي على الري الاد صفر رامي والاد واحد أحمد وبتحتوي على عنصر تاني الاد واحد الريزولت طبعا الاد واحد دا بيحتوي على الري تانية اه خلي بالكو بتحتوي على ايه على رقم ايه اتنين وتلاتة يعني كأنها قسمت دا على مصفوفتين ولكن بنفس الادهات الأصلية رامي وصفر واحمد واحد ومحمد اتنين وتلاتة بنفس الادهات دي اتقسمت ولكن على مصفوفتين في مصفوفة الريزولت فأصبحت الريزولت دي ثنقية الأبعاد هقولك مش فاهم متل اغبط طبق خده كده المسأل دا وطبقه وركز بالزبط ويعيد تاني وشوف وبقدر المستطاع يمكن لو انت وسعت كده البراوزر شوية هتلاقي ايه العملية هتكون اوضح ادي المصفوفة الاولانية وادي المصفوفة التانية طيب دا بالنسبة لشانك في عندنا حاجة اسمها سلايس يقشبه شوية بالسبلايس دي سلايس سلايس كانت بتعرض لنا بنحن بتاخد عاملين او تلاتة عوامل او الفرنس او اسم المصفوفة وهتبتدي منين وتعرض قد ايه تمام ولكن الري سلايس بتاخد اسم المصفوفة وبتاخد رقم هنا الرقم دا بناء عليه بتعرض لك بدءا من خلي بالك بدءا من يعني ايه يعني لو انا هنا مسأل اعرضيلي بدءا من الاد رقم اتنين صفر واحد ايه اتنين اللي هو محمد ففعلا اعرضت لك من اول من محمد وبعدها علي وكمان عملت ايه عملت لك ري ست يعني ما عرضت لكش محمد على ان هو رقم اتنين وعلي ثلاثة لا عملت ري ست او اعادت ضبط للمصفوفة فخليت لك محمد رقمه عبارة عن صفر وعلي الاد بتاعه اصبح واحد طب لو انا قلت لها مثلا اعرضيلي من الصفر ايه اللي هيحصل النتيجة ان هي تعرض لك المصفوفة عادي خالص بالضبط بتاعها طب اعرضيلي من رقم واحد يعني كأن هتجاه الرامي ده ويعرضيلي من ايه واحد اللي هو احمد نتيجة ان فعلا احمد ومحمد وعلي وعملت ري ست لل ايه هات لان المفروض هنا احمد هو رقم واحد ومحمد اتنين وعلي ثلاثة ولكن هي عملت اعادة ضبط بخيرت لك احمد صفر ومحمد واحد وعلي اتنين ممكن تستفيد بها وهتحتاجها طبعا اكيد المصفوفة او الدلة بتاعة الكاونت دي بسيطة جدا جدا واكيد انت ممكن تكون فيهمتها بالمعنى كاونت بكل بساطة هي العدد الاجمالي هي فيها بتحتوي على كام عنصر عاملة زي لنث في الجيباسكريبت كنا بنكتب اسم المصفوفة وبعد كده دوت واللنث لو تفتكروا فنفس العملية الكاونت وبتحط فيها بس اسم المصفوفة وهي بتشوف لك فيها كام عنصر اربعة يعني او فعلا اربعة ناصر واحد اتنين تلاتة اربعة تمام الر يونيك اي بقى حكاية الر يونيك دي يونيك يعني شيء زي كده بالمعنى العربي فردي او شيء منفرد او شيء مش متكرر كتير حاجة يقولك دي حاجة يونيك حاجة مميزة كده ملهاش تاني حاجة زي كده فمثلا لو جينا قلنا هنا عمر وبعد عمر مثلا جينا كتبنا حازم وبعد كده رحنا بعد حازم عدنا بقى اي عنصر تاني زي علي مثلا وبعد عالي كتبنا مثلا هنا وبعد هنا رحنا عدنا عنصر تاني اللي هو رامي تمام يبقى كده في اسماء كتيرة ما اتكررتش ولكن في اسماء اتكررت اللي هو رامي وعلي تمام فالمفروض ان احنا لو حطينا اسم المصوفة هنا يعرض لنا كل الاسماء اللي موجودة مع عدل متكررة المتكررة يعرضها مرة واحدة لو تعادت تاني يتجاهلها يعني هنا رامي اللي هو الايدي بتاعه صفر تمام احمد اللي هو الايدي واحد تمام محمد الايدي اثنين تمام علي الايدي ثلاثة تمام لحد كده تمام عمر اللي هو دي بتاع اربعة تمام اه خمسة اللي هو مين حازم تمام بس خلي بالك هو تجاهل علي اللي هو قبل هنا المفروض كان حازم علي هنا تمام ولكنه تجاهل علي دي وعرض لك هنا على طول وبعد كده في رامي في الاخر ما عرضوش لانه ليه هو عرضو في الاول فعلا فكأنه بيعرض لك القيم ولو اتكرر التاني بيتجاهلها او بيحزفها ما بيحطهاش من ضمن اللستة تمام فهو ده دور ري يونيك في كمان عندنا ري ميرج طبعا ري ميرج بمعنى دمج يعني ايه دمج يعني احنا هنقول مثلا ان احنا عندنا خلينا صغر ري بس كده رجح لاصلها هقول او خليني اقسم دي خليها تبقى عبارة عن اتنين ري يعني بدل ما هي كده خليها اتنين عندي اتنين ري يعني اتنين 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 كده عندي اتنين ري ري الاولانية اللي هي الاصلية عبارة عن اسم فقط والري التانية فريند ستو بكل بساطة بتقوم هذي الدلة بعملية دمج الاتنين في بعض يعني هتدماج لك دلوقتي فريند او الري فريند دي في الفريند اتنين تعال نعمل ريفرش نشوف ايه المقصود فعلا صفرة رامي احمد علي مش عارف ايه علي اه لحد هنا دي ايه المصوفة الاولانية اللي بتبتدي برامي بتبتدي عند علي ولكن بيكمل بقى بعد كده عند عمر وحازم وعلي وهنا ورامي تاني بيكمل لك يعني كأنه بيروح عاملك دمج الاتنين في بعض فيصبحوا كأنهم مصفوفة واحدة طبعا بتعود فيه ريزالت فريزالت اصبحت شملة الاتنين طيب لو احنا بقى طبعا دي مهمة جدا جدا وهي ان احنا بندور على مفتاح معين المفتاح دا موجود ولا لا ففي الحالة دي انا محتاج ان انا احط بس كده ادي مثلا احط دي في علامة التعليق وهعادها تاني ولكن هحط لها مفاتيح او حتى هعملها بالطريقة اللي انا اتكلمت عنها الدرس السابق هكتبها بالدرس السابق اللي هو طريقة الكتابة بطريقة ابسط شوية فمثلا هقول ادي الري واحط جوها كمان الري فكأن دي هي العنصر الاول اطبعا ده خطأ كبير فكأن دي العنصر الاول وحبتدي هبتدي احط احط اسماء زي مثلا name مثلا اهو رامي ومثلا ايه تاني واحط المفتاح التاني اللي هو الري والage طبعا لازم الفصلة الري الage طبعا هنا انا مش هستخدم البرينت R ولكن المفروض انه فيه هستخدم ال F الشرطية اللي احنا ان شاء الله هناخدها في دروس السابقة ولكن انا بس هعمل عملية اطباعة للري result وهتجاهل حتة البرينت R ففي الحالة دي هل المفتاح بتاني موجود لو كان موجود هيعمل لي ايه هيعمل لي مفروض يطبع لي رقم واحد ولو كان مش موجود له هقول مثلا name 0 مفروض ان هو يطبع لي رقم بس للأسف في بعض الاحيان ما بيتطبعش يعني هو مفروض كده لو كان المفتاح موجود بتعانيم بيرجعلي بترو ولو كان المفتاح مش موجود فالدلة دي بترجع بفولس وان شاء الله بأمر الله ممكن هنطبقها في الدرس بتاع F خليني ارجع كل حاجة لأصلها نعمل رفرش ونشوف تمام خلي بالكم من الترتيب ده لان دي الدلة القادمة اللي احنا هنتعرف عنها وهي sort ايه sort sort هي بكل اقوم باعادة الترتيب بناء على حاجة معينة يعني ايه يعني بالدفولت كده مثلا لو انا عملت الدلة sort وجيت طبعة print او طبعة محتويات المصفوفة من تاني انا اسف لو انا عمل بلغبط في الكلام واقول على الدلة مصفوفة والمصفوفة دلة يعني انك مني شوية كده سقين كانتوا اكيد فهميني انا قصد ايه لو جيت عملت اعادة طبعة للمصفوفة بعد sort هلاقي ان هو اه بصه مشي بالترتيب الابجدي ا احمد وبعد كده ال ال وبعد كده محمد وبعد كده رامي فلو كان في حد تاني مثلا باسمي بي هتلاقي ا وبعد كده بي وبعد كده اي انجان سي على حسب الترتيب الابجدي للأحرف الانجليزية طب لو انت عايز تعمل مثلا ترتيب بالارقام باي حاجة هقولك راجع هنا اهو على الشرح بتاعها او حتى على الموقع هتلاقي ان في حوالي كده اربع مدخلات تقدر انك تستخدمهم من ضمنها ال string يعني بترتيب الاحرف فتقدر انك تجرب وتشوف كل واحدة من دي بتعمل ايه كمان في عندنا حاجة زي كده زي البحث اللي هي n-r-ray n-r-ray الده اللي دي مهمتها ان هي بتطبع لك بترجع بترو او بفلس في حالة وجود القيمة يعني لو تفتكروا الkey exist كده كنا بندور على المفتاح هو موجود ولا لا ولكن هنا احنا بندور على القيمة في ال-r-ray هي موجودة ولا لا فلو كان اسم رامي من ضمن القيم المفروض انه طبعا رقم واحد يعني true لو كان الاسم اللي بندور عليه مش موجود فبيرجعلك بفلس او طبعا انا ببعش حاجة خالص يعني غير محقق ففي الوقت ده برضو احنا الافضل اللي احنا نستخدم الشرط F عشان نعرف هو العنصر ده موجود ولا مش موجود فبرضو ده هنأجله للشرط F طيب دلوقتي هناخد المثال اللي انا طبعا هارضه للكو ده ده انا جايبه من البي اتش بي او الموقع بتاع بي اتش بي على طول خلينا احطي ده في التعليقات المثال ده عبارة عن فيه مصفوفة قدامنا بتحتوي على واحد اتنين تلاتة اربع اربع عناصر وكل عنصر من دول عبارة عن نصي عبارة عن step 1 يعني خطوة 1 step 2 step 3 step 4 وهكذا طبعا كل ده عبارة عن تعليقات بس للشرح كل حاجة من دي بتعمل ايه فمثلا اول حاجة فيه هنا اكتر من دلة الدلة بتاعة current دي يعني اعرض لي الائتم الحالي اللي هي المصفوفة وقفة عنده يعني كأنه كده عنده في الزاكرة فيه في ألعاب الاتار بتاعة ماريو تلاقي الشريط تحط في ناينتندو فيروح جاب لك لستة ألعاب وفيه سهم كده عمال بقى السهم ده انت ما تدوس على الزر لتحت يتحرك تحت أوفوق وتختار اللعبة وتدخل على طول تخيل بقى دايما المثال ده كده ان الري او المصفوفة لستة معروضة واللستة دي بيبقى فيها مؤشر فالمؤشر ده هو واقف فين دلوقتي المؤشر واقف على أول عنصر وده الطبيعي اللي هو هنا طب لو انت مثلا فيه دلة تانية اسمها next next وتحط طبعا كل دلة من دي لازم تحط اسم الري او المصفوفة اللي انت شغال عليها فكرنت دي مثلا الري او اسم المصفوفة بيعرض لك انت واقف فين طيب لو عايز تخلي المؤشر مثلا ينزل او يتجاوز عنصرين يعني كأنه تجاوز مثلا one واصبح في two بعد كده من two اصبح في three فبتستخدم الدلة بتاعة next next وبعد كده تقوله اعرض لي كرنت وهو اصبح السهم فين دلوقتي او المؤشر فين هيعرض لك step three وبعد كده فيه اخيرا الدلة بتاعة reset كأنك بتعيد المؤشر الى step one مرة تانية تعالوا نعمل refresh ونشوف النتيجة انا عمل save refresh او ده السطر الاول step one ده ده ناتج ايه ناتج طباعة الري يعني هو فين دلوقتي ولما عمل next next فنط عنصرين يعني كأنه هو كان هنا فنط هنا وهنا او نط هنا وهنا واصبح فين هنا في الstep three فلما طبع مرة تانية هو انت بقيت اصبحت فين دلوقتي يا مؤشر فقال لك والله يا سيدي انا بقيت واقف عند القيمة بتاعة step three فعلا هنا وبعد كده لما استخدم الدلة بتاعة الري set الري set يعني هات المؤشر من البداية خالص او لأول عنصر خالص فراح رجعلك فين للstep one او ما يحتوي القيمة من step one تمام ممكن تستخدمها في ايه ممكن تستخدمها في حاجة كتير جدا لو انت مثلا قاعدة بيانات وعند الجدول الكبير طويل عريض انت مش محتاج بقى ان انت تقول انت واقف هنا وتعال هنا وارجع هنا لا بتروح على طول انت عامل next وفيه دلة تانية اسمها تقريبا انا البريف على فكرة انا توقعتها يعني انا ما استخدم لش قبل كده بس انا توقعتها البريف دي يعني رجوع فبرضه بتحط فيها الري او اسم الري اسم المصوفة فالبريف دي بترجعك خطوة ورا next تقدمك خطوة قدام والبريف دي لو انت نفستها ترجعك خطوة ورا وال echo لما تيجي تطبع الكرنة دي بتعرفك المؤشر اصبح واقف فين دلوقتي والreset تعمل للstep 1 ترجعك للstep 1 تمام اظن انا كده وضحت لك كويس جدا المقصود ربما يكون الدرس طويل شوية ولكن انا متأكد ان هو مهم جدا جدا وهيساعد كوي في التعامل مع الري لان اكيد هتتتعامل معها كتير جدا في مشاريعك فخلوا مرجع عليكم زي ما قلتلك على php.net ودوروا على الري وابتدوا اتعلموا اكتر وطوروا من نفسكم اكتر في التعامل مع الدوال الخاصة بالمصفوفات اتمنى يكون الدرس سهل اشكركم على المشاهدة واشوفكم ان شاء الله الحق الجاية والسلام عليكم